اشتركوا في القناة الارض كوكب متغير نتيجة لبعض العمليات التي تحدث على سطحها وفي باطنها والزلازل والبراكين مثال لهذه العمليات لكن كيف تحدث الزلازل والبراكين وما اثارها على البيئة سنتعرف على الاجابة من خلال الدرس الزلازل والبراكين من التغيرات التي تحدث على سطح الارض نتيجة حركة صفائح القشرة الارضية ولهاتين الظاهرتين اثار مدمرة على البيئة ما الزلزال وكيف يحدث؟ عرفت سابقا بان القشرة الارضية والقسم العلوي من الستار مقسوما الى صفائح ذخمة تتحرك ببطء شديد وتقسم القشرة الارضية الى صفائح محيطية واخرى قارية فاذا حدث وتوقف الصفيحتان متجاورتان عن الحركة نتيجة تماثهما في منطقة محددة ينشى عن ذلك طاقة تعمل على تكسر صخور منطقة التماث مسبب اهتزاز القشرة الارضية والذي يسمى بالزلزال وحدود التشقق يسمى بالصد فالزلزال هو اهتزاز القشرة الارضية بسبب حركة صفائحها على طول الصد نشاهد في هذه الصورة صدع بسبب الزلزال نتيجة وقوف او توقف صفيحتان متجاورتان عن الحركة نتيجة تماثهما في منطقة محددة ينشى عن ذلك طاقة تعمل على تكسر صخور منطقة التماث مسبب اهتزاز القشرة الارضية وهذا يسمى بالزلزال والزلزال هو اهتزاز القشرة الارضية بسبب حركة صفائحها على طول الصد اذا يسمى مكان بداية حدوث الزلزال تحت سطح الارض بؤرة الزلزال ومنها ينتشر الزلزال بجميع الاتجاهات بشكل اهتزازات عبر الصخور الى سطح الارض يتوقف حجم اثار الزلزال على الطاقة المنطلقة من بؤرة الزلزال ومن اهم الاثار التخريبية الناتجة عن الزلزال الانهيارات والانزلاقات والتشققات الارضية وتساقط المنشآت العمرانية كما تسبب زلزال قاع المحيط ارتفاع مياه البحر فتتحرك الامواج المائية العملاقة في جميع الاتجاهات بسرعة عالية جدا عند اقترابها من السواحل والمناطق القريبة من الشاطئ تسبب الكثير من الدمر وهذا ما يسمى بتسونامي وهو ما حدث في عام 2004 ميلادية عندما ضربت سونامي 12 دولة على شواطن المحيط الهندي تقاس شدة الزلزال بمقياس يسمى مقياس ريغتر وهو جهاز يقيس شدة الزلازل ويوضع في محيط رصد الزلزال يتكون المقياس من 9 درجات فالزلزال الذي درجته 2 على مقياس ريغتر يجعل الاسامة متعلقة تتأرجح ذهابا وإيابا اما الزلزال الذي تبلغ درجته قوة 7 على مقياس ريغتر فيحدث انهيارا تاما للمباني وقد كانت شدة سونامي 9 درجات على مقياس ريغتر نشاهد هنا محطة رصد الزلزال وهنا في هذه الصورة يوضح تنتقل طاقة الزلزال من بؤرته بشكل اهتزازات ما البراكين وكيف تحدث البراكين ظاهرة طبيعية تتمثل بخروج الحمام والغازات والرماد البركاني محفوز داخل سطح الارض من فتحة فالقشرة الارضية تتراكم حمام البراكين جميعها حول فوهة البركان لتكون جبلا ومن تكرار الانفجارات البركانية يزداد تراكم المواد ويزداد ارتفاع الجبل تحدث البراكين بمحاذاة حدود الصفائح اكانت على اليابسة ام في قاع المحيط وقد تحدث انهيارات ارضية حول فوهة البركان وتتشكل نتيجة لذلك الفوهات البركانية نشاهد هنا حجرة الصهارة وهنا فوهة البركان مسار الصهارة تكوين البراكين تتكون البراكين حين تتقارب الصفائح وتتصادم وتنزلق اسبل طبقة ستار الى حيث تنصهر الصفيحة شيئا فشيئا فتشكل الصهارة التي تتدفع الى صفح الارض عبر فوهة البركان فتخرج الحمام كما تتكون براكين اخرى بالمحيط حيث تتباعد الصفائح فتتصاعد الصهارة من اعماق طبقة ستار ببطل ببطء نحو صفح الارض فتبرد وتصبح صلدة لتكون قاعا جديدا للمحيط انواع البراكين تصنف البراكين الى ثلاثة انواع البراكين النشطة والبراكين الهامدة والبراكين الساكنة اولا البراكين النشطة وهي التي لا تزال الحمام تندفع منها حتى وقتنا هذا اما النوع الثاني البراكين الهامدة هي التي توقف اندفاع الحمام منها ولا يتوقع ان تثور مرة اخرى البراكين الساكنة وهي التي توقفت عن الثوران لكنها قد تعود فتثور من وقت الى اخر كما في بركان اسلاندا الذي ثار بعد سكون دامه مئتي عام تقريبا قد تكون الانفجارات البركانية نافعة حين تضيف مواد جديدة الى القشرة الارضية مما يجعل التربة غنية بالمعادن وهذا مما يساعد على نمو النباتات التي تعطي محاصيل زراعية جيدة وقد تكون مؤذية تدمر كل شيء في طريقها بسبب سخونتها ينتج عن ثوران البراكين حمام بركانية تخرج من باطن الارض ويستقر على سطحها مما يزيد ذلك من سماكة القشرة الارضية حقيقة علمية الحجر البركاني هو الحجر الوحيد الذي يمكنه الطفو على الماء وعادة ما يكون لون الحجر البركاني رمادي في الغالب ومليئا بالبجوات الهوائية التي تتكون عندما تخترق الغازات الساخنة السخور المنصهرة مندفعة الى الاعلى ملخص الدرس الزلازل والبراكين سؤال ماذا يحدث عندما تتوقف صفيحتان متجاورتان عن الحركة؟ الجواب ينشأ عن ذلك طاقة تعمل على تكسر سخور منطقة التماس مسبب اهتزاز القشرة الارضية وما يسمى بالزلزال تعريف الزلزال هو اهتزاز القشرة الارضية بسبب حركة صفائحها على طول الصدق سؤال ماذا يسمى مكان بداية حدوث الزلزال والتي منه ينتشر الزلزال بجميع الاتجاهات؟ الجواب بؤرة الزلزال سؤال ما هي الآثار التخريبية الناتجة عن الزلازل؟ الجواب الانهيارات الانزلاقات التشققات الارضية تساقط المنشآت العمرانية كما يتسبب الزلزال في المحيطات بارتفاع مياه البحر فتتحرك الامواج المائية العملاقة بجميع الاتجاهات وبسرعة عالية جدا تعريف التسونامي وهي ظاهرة ارتفاع مياه المحيط بسبب الزلزال ينتج عنها تحرك الامواج المائية العملاقة في جميع الاتجاهات وبسرعة عالية عند اقترابها من السواحل مما يسبب الدمار كما حدث في سنة 2004 حيث ضرب 12 دولة على شواطئ المحيط الهندي سؤال ما هي وحدة قياس شدة الزلزال؟ الجواب ريختر مقياس ريختر هو مقياس شدة الزلزال يوضع في محطة الرسل ويتكون من 9 درجات تبدأ من الواحد إلى التسعة وكلما زادت الدرجة المقياس دل على ازدياد شدة الزلزال سؤال ما سبب حدوث الزلزال؟ الجواب يحدث الزلزال بسبب توقف صفيحتان متجاورتان عن الحركة ونتيجة تماسكهما في منطقة محددة تنشأ طاقة عن ذلك تعمل على تكسر الصخور عند منطقة التماس مما يسبب اهتزاز القشرة الأرضية ويحدث الزلزال عرف البراكين هي ظاهرة طبيعية تتمثل بخروج الحمم والغازات والرماد البركاني المحبوز داخل الأرض من فتحة في القشرة الأرضية سؤال أين تحدث البراكين؟ جواب تحدث البراكين بمحاذاة حدود الصفائح سؤال كيف تتكون البراكين؟ الجواب تتكون البراكين نتيجة تقارب الصفائح وتصادمها حيث تنزلق أسفل طبقة الاستار إلى حيث تنصهر الصفيحة شيئا فشيئا فتشكل الصهارة التي تندفع إلى سطح الأرض عبر فوهة البركان فتخرج الحمم أما في المحيط فحين تتباعد الصفائح تتصاعد الصهارة من أعماق طبقة الاستار ببطء نحو سطح الأرض فتبرد وتصبح صلدة لتكون قاع المحيط سؤال هل تحدث البراكين بالمحيط؟ الجواب نعم تتكون عندما تتباعد الصفائح المحيطية فتتصاعد الصهارة من أعماق طبقة الاستار ببطء نحو سطح الأرض فتبرد وتصبح صلدة لتكون قاعا جديدا للمحيط سؤال ما أنواع البراكين؟ الجواب البراكين النشطة البراكين الهامدة البراكين الساكنة البراكين النشطة وهي البراكين التي لا تزال الحمام تندفع منها حتى وقتنا هذا البراكين الهامدة هي البراكين التي توقف اندفاع الحمام منها ولا يتوقع أن تثور مرة أخرى البراكين الساكنة وهي البراكين التي توقفت عن الثوران لكنها قد تعود فتثور من مقتن إلى آخر كما في بركان إسلندا الذي ثار بعد سكون دام مئتي عام تقريبا علل قد تكون البراكين نافعة الجواب أولا تكون نافعة حيث تضيف مواد جديدة للقشرة الأرضية مما يجعل التربة غنية بالمعادن وهذا يساعد على نمو النبات ثانيا ما يخرج من البركان من حمام بركانية يستقر على سطح الأرض مما يزيد من سمك طبقة القشرة وذلك يقلل من التعرية سؤال كيف تكون البراكين مضرة ومؤذية الجواب وذلك بسبب إنها تدمر كل شيء في طريقها بسبب سخونتها